اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين في الأبحاث السابقة عرفنا التكوين البدني والروحي للصديقة الطاهرة فاطمة هي في تكوينها البدني ثمرة من أشرف شجرة في الجنة وهي شجرة الطوبة وفي تكوينها الروحي مخلوق من نور عظمة الله عز وجل ونطفتها تكونت في ليلة هي من أعظم الليالي في هذا الوجود هي ليلة الإسراء والمعراج ليلة بلغ بها رسول الله صلى الله عليه وآله من المقام عند الله كقاب قوسين أو أدنى في هذه الظروف تكونت هذه النطفة الشريفة وهنا نوجه السؤال إلى شرائح عديدة من المجتمع الإنساني إلى العلماء والعقلاء الذين تهمهم قضايا الإنسان والإنسانية وإلى القضاة والحقوقيين والقانونيين الذين تهمهم العدالة في المجتمع الإنساني وإلى علماء الاجتماع علماء السياسة أهل القرار إلى أهل القرار وإلى المؤرخين لا شك أن العالم أكثره يدين لله تبارك وتعالى بالإيمان ويدين للأنبياء والشرائع السماوية والذي لا يدين بالديان السماوية يدين للعقل وللضمير الحر لكل هؤلاء نقول ما هو السر وما هو الغرض والغاية التي الله عز وجل خلق فاطمة بهذه الكيفية التي تحدثت عنها النصوص ما هي الخصوصية التي ذكرتها الروايات وأشرنا إلى بعضها تكوينها منفرد منفرد في زمانه وفي مكانه وأودعت في صلب أشرف أنبياء الله عند أهل الأديان وأعظم إنسان عند غير أهل الأديان وفي ليلة في الملكوت الأعلى تكونت نطفتها ثم لما هبط إلى الأرض لم يبادر بفعل حتى أودع هذه النطفة في رحم إمرأة من أعظم نساء العالم هذه الإمرأة كانت في الجاهلية يعبر عنها بالطاهرة وكانت من أغنى الناس أموالها لا تعد ولا تحصى وكانوا إذا أرادوا أن يذكروا لأموالها يقدرونها بالأحجام لا بالأعداد يقولون إذا جمعت من أموالها ومن خزائنها ومن زينتها ما يسد قامت رجل والمال إذا تعذر على العد يقاس بالحجم يعني إذا كدس المال الشخص الذي من هذه الجهة لا يرى الشخص الذي من تلك الجهة بكثرة أموالها هذه الإمرأة حينما قربت منها الوفاة قالت لرسول الله لا أملك ثمن كفني فأنزل الله عز وجل لها كفنا مع جبرايل كل ما كان عندها بذلته لله بذلت روحها عقلها ما لها لله الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وصفها بأنها خير نساء العالمين في ضمن أربع نساء آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران والصديقة فاطمة وخديجة روايات وردت من طرق العامة تشهد بأنها من المقربات عند الله في أعلى درجات القرب منها هذه الرواية الرواية وردت في الاستيعاب قال روية من وجوه أن النبي صلى الله عليه وآله قال يا خديجة إن جبرئيل يقرئك السلام ويروى أن جبرئيل قال يعني لرسول الله صلى الله عليه وآله اقرأ على خديجة من ربها السلام بلغت من المقام القرب عند الله حتى أن الله يخصها بالسلام متى قال ذلك متى أرسل الباري عز وجل إليها السلام في رواية زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر أرض يهبط إلى الأرض وقلت يا جبرئيل هل لك من حاجة هذا السؤال من رسول الله لعله نوع من المكافأة لصحبة جبرئيل للنبي في عالم الملكوت ولعله توسم في جبرئيل علائم السؤال فبادره وقال له هل لك حاجة قال جبرئيل حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام ولما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك لخديجة قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبرئيل السلام أشرف أنبياء الله أشرف ملائكة الله عن الله يبلغون خديجة سلام الله فوق ما تصفه الألسنة هذا المقام يعجز الإنسان عن وصفه سلام الله وسلام جبرئيل يكشف عن هذا المقام العظيم السلام يعني الخلو من النواقص والعيوب السلامة من كل ما ينقص ويشين الكتب السلام الكتب السلام الكتب السماوية أقرت لخديجة بأنها امرأة ليست عادية وصفت بالمباركة في الوحي الذي نزل على عيسى عليه السلام الوحي الإلهي الذي نزل على عيسى في هذا الوحي وصف للنبي ولفاطمة في الوحي الذي نزل على عيسى وصف لرسول الله ولفاطمة في تعريف فاطمة عرف خديجة قال نسله يعني نسل النبي صلى الله عليه وآله من مباركة هي خديجة نسله من مباركة وهي ظرة أمك في الجنة أم عيسى من مريم المراد بالضرة هنا المكافئة الملازمة لها مو الضرة بالمعنى العرفي اللي تطلق عندنا الضرة هم يقال لها ضرة لأنها تلازم أختها في الزواج أختها يعني الزوجة الثانية تلازمها وتقاسمها الحقوق يقال لها ضرة فالرواية هذا الوحي النازل على عيسى يصف خديجة بأنها في الجنة تكافئ مريم وهي مباركة أيضا تس هنا لأهل اللغة أكو كلام غير دقيق في تفسير هذا المعنى وأما مقامها في الآخرة فالبحث لا يسعه الآن هذه فقط إشارة إلى تكوين فاطمة نطفة نطفتها كيف تكونت في صلب أبيها الرحم الذي أودعت فيه هذه النطفة من هذا القبيل من هذه الخصوصيات والصفات شنو النتاج اللي راح يكون من هذا إذن لم تولد امرأة ولا رجل على وجه الأرض بهذه الخصوصيات من جهة الأم هذه أمها من جهة الأب أشرف أنبياء الله أبوها من جهة البدن من ثمار الجنة من جهة الروح من نور عظمة الله لا امرأة ولا رجل على وجه الأرض تكوينه يشبه هذا التكوين إذن نسأل أهل الأديان أي موجود أكو مثل فاطمة في العالم يهود نصارى أهل كتاب كل من له دين خلي يقدم لنا نموذج يشبه نموذج فاطمة وأما لغير أهل الأديان نقول أنكم تطلبون القيم والكمالات وتحسنونها في البشر وهذا كل عاقل كل ضمير حر يقر بهذا العالم أجمع يقر بأن الكمالات الإنسانية اجتمعت في فاطمة وفي ذريتها لا أحد من العالم يختلف في هذا كل عقلاء العالم على اختلاف أديانهم وفلسفاتهم واتجاهاتهم يقرون بأن معدن الطهر والقدس والعلم والفضيلة في فاطمة وفي ذرياتهم الله عزيز الله وحمد وعزي وحمد فماذا قدم العالم لهذا النموذج الذي يحب العدل ويحب القيم ويحب الكمالات لابد وأن يلتفت إلى هذا الكمال الأعظم الذي موجود في هذا الوجود كيف يغفل عن فاطمة وعن ذريتها هذا هم سؤال نوجهه للعقلاء من غير أهل الأديان رسول الله صلى الله عليه وآله أسقط كل الأعاذير والذرايع من الناس في تعريفه لفاطمة سلام الله عليه حتى لا يأتي أحد ويدعي أنه ما كان يعرف ما كان يعلم لاحظوا هذه الرواية هذه الرواية وردت بطرق الفريقين يعني مو فقط أصحابنا يرووها العامهم يرووها هذه الرواية أنه صلى الله عليه وآله خرج وقد أخذ بيد فاطمة عليها السلام خرج يعني من داره من مكانه وبيده فاطمة وقال من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد وهي بضعة مني وهي قلبي الذي بين جنبي فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله جل وعلا السؤال لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هذه الدعوة التي ندعو الناس إلى التفقه في الدين ولا يمر على النصوص مرور الكرام هنا نتنفتح البصائر أي رجل أي أب عند إمرأة عند بنت يأخذها يطلعها ما من ناس يقول من عرفها فقد عرفني مقبول عرفا هذا من أحد أن يسوي لماذا رسول الله وهو أعقل الكل أحكم الكل العقل الذي عند رسول الله لا يصل إليه أحد قط ما كلم رسول الله أحدا بكنه عقله قط هو عقل الكل هو منبع الحكمة والعلم والمعرفة لماذا أخذ بيد فاطمة وجاء بها إلى الخارج وقال من عرفها فقد عرفها هذا الخطاب معناه في مجمع كبير من الناس موجودين يخاطبهم من عرفها فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد الله سبحانه وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله لابد أن تكون وراء هذا الموقف دواعي دواعي تتعلق بالدين دواعي تتعلق بالعقيدة دواعي مهمة تتعلق في مصير البشر لها آثارها تضمن هذا المتن أربع دلالات مهمة أشير إليها بنحو السرعة اللي نبين إلى كل المجتمع الإنساني أن البشر لو أخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله لكان الآن الإسلام هو دين أهل الأرض كل الظلالات والانحرافات والأباطيل اللي أسسها الظالمون كانت في واد سحيق الدلالة الأولى هذا المشهد الذي أخذ بيد فاطمة وجاء بها أمام الناس هذا الموقف لم يتكرر في تاريخ النبي إلا مرتين هذه مرة ومر في الغدير في يوم الغدير أخذ بيد أمير المؤمنين ورفعها أمام الملأ وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا الموقف الثاني تكرر مع فاطمة حتى يسقط كل الأعاذير لا يقول واحد أنا ما عرفت وأنا ما كنت أدري وأنا ما بلغني أو أن علي لعله أكل غيره اسمه علي يشتبه علي أو فاطمة أكل فاطمة اسماء أخرى نساء أخريات اسمها فاطمة لا يقول فرد واحد يصير عندي صار عندي التباس بالاسم صار عندي التباس بالمصداق أو أنا غافل ما ملتفت كل الحجج والأعاذير يسقطها ينهيها هذا من تمام البيان من تمام الحج يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا إذن الملحوظة في ذاك الزمان لا أحد اعترض أو تساءل أو قال شيء مع أن كل الحديث هم يتضمن عن التعريف ويتضمن عن أحداث ووقايع أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يبقى في هذا اليوم أحد من المسلمين ومن غير المسلمين يقول أنا ما عندي علم ما عندي معرفة إلا إذا أريد هو يقصر إلا إذا أريد هو يهمل لا يبالي دلالة الثانية وصفها بأنها بضعة مني أنها بضعة مني ماذا يعني مني إيش ما قال من جسدي مثلا بضعة مني البضعة يعني القطعة من الشيء من جسد الإنسان القطعة من لحمه من جسده يقال له بضعة فرسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني يعني لحمها لحمي أضمها أضمي دمها دمي كل ما يتعلق بها يتعلق برسول الله ثم هي مني مني يشمل الروح ويشمل الجسد هي بضعة من روحي هي بضعة من بدني مكانة بهذه المكانة بهذه الدرجة هذه العبارة من رسول الله إلها مغازي وإلها دواعي حتى يكشف إلهم في المستقبل من أراد أن يؤذي فاطمة أو يظلم فاطمة هو يؤذي رسول الله ويظلم رسول الله فشلون يكون الإنسان مسلم وهو يظلم نبيه وهو يؤذي نبيه إلا أن يكون كاذبا في إسلام ما إلا معنى ثاني هذا وبهذه اللغة القوم فهموها ولذلك لا سألوا ولا ترددوا ولا شكوا الدلالة الثالثة قال هي قلبي الذي بين جنبي تعبير بالقلب بين جنبي ما قال قلبي وسكت قلبي الذي بين جنبي هذا بإشارة إلى أنه محمي ومحفوظ ومحتضا هذا القلب فاطمة بحماية رسول الله برعاية رسول الله وعنايته تكون هي قلبه مثل القلب اللي بين جنبيه هي كذلك بالنسبة إلى رسول الله الملفت حقيقة في هذا التعبير أن القلب هو إمام الجوارح والجوانح كما وردت بها به بعض الروايات وقلب الإنسان هو مكان علمه ومعرفته وكمالاته هو محل النور قلب رسول الله أكمل قلب خلقه الله عز وجل هو أنقى قلب أطهر قلب أزكى قلب فيه معارف النبي فيه كمالات النبي النبي يقول فاطمة هي قلب الذي بين جنبي هذا بعد نتركه لأهل القلوب حتى يفكرون ويتأملون الوين واصل هذا المدلول في هذا المعنى شنو معنات أن قلب النبي اللي هو مركز الكمالات والفضائل والمعارف هو محل النور والفيض الإلهي والوحي الإلهي نزل به الروح الأمين على قلبك وفاطمة هي قلبه يعزم الإنسان يتأمل ويعرف بأي حجة هو يعتقد ويؤمن ويذعن من هذا النص يفهم جملة من الأحاديث والأدعية تتضح أبعادها منها قوله صلى الله عليه وآله هي روحي التي بين جنبي إذن قلبي الذي بين جنبي وهي روحي التي بين جنبي روح النبوة يفهم بها فاطمة وأبوها الدعاء الشريف اللهم صل على فاطمة وأبيها إلى أن يصل إلى السر المستودع فيها هذا السر المستودع فيها هذا بحر من الكلام فيه بس من هذه الروايات التي تقدبت وسابقا ما تحدثنا عنها يعرف أن السر المستودع فيها شنو من سر هذا يحتاج إلى فرصة للبيان الدلالة الرابعة النبي صلى الله عليه وآله يأخذ ابنته الطاهرة أمام الناس يعرفها ثم يقول من آذاها فقد آذاني الوين يشير النبي صلى الله عليه وآله كل عاقل في ذاك الزمان المفروض يسأل النبي جاي بالسيدة الطاهرة يعرضها إلى الناس يعرفها ثم يقول من آذاها فقد آذاني هذا كشف لمستقبل الأيام ليقل واحد أنا ما جنت أدري رسول اللهم قال أك جماعة سيؤذون فاطمة وبإيذاء فاطمة هو إيذاء لرسول الله صلى الله عليه الملفت أنه ذكر الأذى ما ذكر الظلم ما قال من ظلمها فقد ظلمني من غصبها فقد غصبني من آذاها حتى يشير إلى أن الأذى يشمل الماد والروح الإيذاء الروح لفاطمة هو إيذاء الروح لرسول الله صلى الله عليه وإيذاء ورسول الله وإيذاء لله عز وجل الذي يؤذي الله ورسوله شنو جزائه الله عز وجل في القرآن أكد هذا المعنى لاحظون شلون أكو تطابق بين القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وعليه يعين الصغرى القرآن يعين الكبرى يقول تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة يعني اللعن مو فقط أخروية دنيوية أيضا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهين هذه الآية الشريفة تقول كل من يؤذي الله ورسوله كل من آذى الله وآذى الرسول ملعون في الدنيا ملعون في الآخرة مصيره جهنم الصغرى من آذى فاطمة فقد آذاني إذن الذي آذى فاطمة وين مصيره شلون يبقى مسلم بعد في هذا الزمان يقول أنا ما أدري ويجعل الذي آذى فاطمة إماما له وحجه هذا قرآن وهذه سنة والسنة متفق عليها مو من طريق واحد من الطريقين واردة هاي الحقيقة أقر بها جمع من مفسري العامة في تفسير هاي الآية هاي الآية سبعة وخمسين من سورة الأحزاب في تفسير هذه الآية القرطبي الآلوسي الفخر الرازي أعلام المفسرين من العامة قالوا بأن إيذاء النبي صلى الله عليه وآله مصيره النار شنه ومن هو الذي يؤذي النبي قالوا الذي يخالف أمر النبي يؤذي زين هذا القول الذي يخالف أمر النبي القرطبي ينسبه إلى علمائهم اللي ظاهر هذا الكلام أنه إجماع منهم أكو على المسأل ومثله في تفسير الآلوسي أيضا وارد والفخر الرازي أيضا في تفسير هذه الآية قال إن اللعن يعني البعد من الله عز وجل فلا يرجى معه خير يعني هن في الدنيا ملعون مبعد من الرحمة وأن في الآخرة ملعون مبعد من الرحمة إذن هذه اللعنة أبدية أو لا هذه لعنة أبدية ولكن الملفت حقا ونقولها لعلمائهم لفضلائهم لباحثيهم لهم ولغيرهم فسروا فسروا الإيذاء للنبي بأدنى ما يؤذي النبي بقول أو عمل وقالوا هو بالاتفاق هذا هو المعنى ورووا أن رجلا أما قوما في الصلاة صار إمام للصلاة فبسق في القبلة إما إلى المحراب بسق وإما إلى جهة القبلة بسق ورسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إليه فحينما فرغ من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وآله لا يصل بكم هذا يعني بعد ذلك هذا لا يكون إمام للصلاة فأراد هذا الرجل بعد ذلك أن يأم الصلاة ويتقدم في الصلاة فمنعه الصحابة وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصل بكم هذا ليش لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القضية يمنع من إمامة الصلاة لأنه آذى النبي ثم وسعوا في مفهوم إذاء النبي وقالوا بأن من سب أنبياء الله أو سب ملائكة الله كمن سب النبي صلى الله رسول الله إذن من سب النبي شنو يطبق عليه الحد الشرعي والآن مو في مقام بيان شنو معنات شنو هو الحد على من يسب النبي اللي يسب نبي من الأنبي أو يسب ملك من الملائكة كمن سب النبي صلى الله عليه وآله ووسعوا في ذلك أيضا قالوا من سب عزير كمن سب النبي صلى الله عليه كل هذا ذكروا في كتب التفسير راجعوا روح البيان تجدون هذا بالتفصيل وبعضهم قال أن قمة إيذاء للنبي يقع بالتعرض لأمر محارمه وأزواجه وأزواجه قمة إيذاء النبي واحد يتعرض إلى محارم النبي أو أزواج النبي هذا قولهم كل هذا ذكروا وما ذكروا أن قوما من الصحابة آذوا فاطمة ورسول الله قال من آذاها فقد آذاني شوفوا عمل قلوب إلواني ودي صاحبة هذا الرجل الذي بسق إلى جهة القبل أهم لو إيذاء فاطمة أهم منه وروح النبي وقلب النبي وبضعة النبي هل إيذاء العظيم هل الجناية الكبرى في عالم البشرية ترتكب يغضون الطرف عنها تماما ويذكرون أشياء في إيذاء النبي ويقولون مصيره كذا هنا تتجلى شدة الظلم الواقع في تاريخ المسلمين نحن لا يتبين الظلم والتغافل عن هذه الحقيقة مع أنهم يقرون ويرون بالتواتر بأن إيذاء فاطمة هو إيذاء لرسول الله ولكن لا يذمون أحدا ممن آذى فاطمة وغضبت عليه فاطمة وراحلت من الدنيا وهي غاضبة عليه لا يذكرون بل يتخذونه إماما وحجا شيرد الإنسان يوصف هذا الموقف لشدة قبحه وظلمه في مقابل لاحظ الروايات التي وارد عن أهل البيت عليهم السلام روايات كثيرة منها ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم في معنى هذه الآية الذين يؤذون الله ورسوله قال نزلت في من غصب أمير المؤمنين عليه السلام شوفوا الوضوح والنقاء والصفاء في هذه الرواية شوفوا الغموض والتشابه الموجود في تلك الأقوال نزلت في من غصب أمير المؤمنين حقه وأخذ حق فاطمة عليها السلام وآذاها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من آذاها في حياتي كمن آذاها بعد موتي هاي هم إشارة أخرى إلهم ومن آذاها بعد موتي كمن آذاها في حياتي مع أن الجملة الأولى ربما البحض يتصورها كافيا من آذاها في حياتي كمن آذاها بعد موتي بس رسول الله ما اكتفى بهذا قال ومن آذاها بعد موتي كمن آذاها في حياتي أخافي ججيل بعد وفاة رسول الله ويقول أنا بحياتها مثلا ما كنت أو ما سمعت أو ما دريت حتى هذا هم العذر حكم بليغة في هذا البيان ومن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ثم قرأ قوله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله إذن هاي الآية وين نازلوا إلما ناظرة ناظرة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا حسنا هذا هنا الرواية تقول نزلت للنزول أكوى عدة معاني الآن ما عندي وقت أنا أقول كل الكلام بطرق عديدة طرق عديدة كل هذه الطرق تنتهي إلى راو واحد وهو عمر طرق عديدة تنتهي إلى عمر كلها لاحظوا قال كنت أجفو عليا أجفوه فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إنك آذيتني يا عمر يعني الرواية مو فقط رواية إقرار شيئا هو طريقها الوحيد وإقرار على نفسه بها كنت أجفو عليا فلقيني رسول الله فقال إنك آذيتني يا عمر فقلت أعوذ بالله من أذى رسول الله قال إنك قد آذيت عليا ومن آذى فقد آذاني مجرد الجفاء مجرد القطيع تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله مجرد مجرد عبر القرون عبر الأجيال يمرون عليها وهم متغافلون مغافلون متغافلون مجرد مجرد فعل بفاطمة شنو كان العالم المسيحي يسوي لو فعل هذا بموسى شنو كان العالم اليهودي يسوي ما فعل بأمير المؤمنين كان يفعل بموسى شنو كان يسوي لو أن قوما قتلوا السيد المسيح كما يعتقد النصارى بهذا ماذا كان يكون موقف العالم اليوم منظمات الحقوق شنو كان تسوي علماء النصارى أصحاب القرار في العالم المسيحي في العالم اليهودي شنو كان يسوي ولو كان شخص يملك شيء من الكمالات والفضائل يفعل به هذا المسلمون شنو كان ويسو لا يوجد أعظم من فاطمة ومن علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بإقرار الكل ولكن لا أحد يقوم لظلامته وأحيانا يكون السكوت على الظلم أبلغ من الظلم نفسه لأن يولد أمثاله ويخليه مستمر هذه نقولها حتى تسقط الأعاذير عن أهل العقول عن العلماء عن المفكرين ويتفقه بما وقع في التاريخ أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولجميع المؤمنين نور العقول والقلوب والولاية لمحمد وآل محمد والبراء والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة